بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العظيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من نغم الروح حالة النهاردة هكوم من الحلقة المميزة لأننا معانا فيها نخبة بل كوكبة من الكراء والمنشدين الفقرة الأولى هيكون معانا فيها القارئ عبدالعزيز حسب الله أهلا وسهلا بحضرتك تفضل لمسك الماء من إيه يا شيخ عبدالعزيز من مدينة كفر الزياد أهلا وسهلا بحضرتك معانا أيضا القارئ أحمد أشرف الجافي أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك من إيه يا شيخ أحمد من الباجور من وفية أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا كم سنة 25 سنة مش مندي 25 سنة حالك لأن الساكلك أقل من كده بكتير طيب خلونا بقى نبدأ الفقرة ديت مع الشيخ عبدالعزيز حسب الله يعني وإحنا دخلين كده لقيت معك إجازة كده قولي الإجازة ديت هذه جزة في القرآن الكريم قرأت القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم من طريق الشيطبية على شيخي وأستاذي فضيلة الشيخ فهمي رمضان كساب شيخ مقارئ مركز كفر الزيات والقرى المجاورة والذي أعطاني هذا السند هذا السند أقيم له حفل في قريتنا حضره لفيف من العلماء وقام الشيخ باختباري أمام الحفل كاملا وبمطلق هذا الاختبار أعطاني الإجازة أمام الحاضرين طبعا الإجازة يكون بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوحة المحفوظ عن رب العزة جل وعلا طيب لو حبيبنا نبدأ الفقرة دية بآيات من الزكر الحكيم ونكن تمتعنا وتمتع كل جمهورك النهاردة بإيه نبدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوة ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أرتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخيط وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مباصرة لتبته فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما أجمل الآيات وما أجمل الصوت جزاكم الله خيرا يعني لسه المخرج محمد سمير بيقول لي الشيخ عبا جزمن أجمل الأصوات اللي رفتنا ببرنانة نغم الروح جزاكم الله خيرا وطيب أسماعكم قول لي بقى أنت لك طموح أنك توصل مثلا لإذاعة أو كده إن شاء الله بإذن الله هذا هو هدفنا الأول إن شاء الله وانت تستحق والله يا شيخ عبد العزيز جزاكم الله خيرا ربنا وفاك إن شاء الله جزاكم الله خيرا اللهم آمين خلنا بقى روح للشيخ أحمد أشرف يمكن من الأصوات الجميلة في العالم برضو والفقرة قولنا بيحب الفقرة قوليكم هي الفقرة المميزة بتاعتنا الله يخليك الله يكرم فلو هنستهل الفقرة ديت أو هنكمل بقى فقرتنا بآيات من الزكر الحكيم هتقرأ من سورة إن شاء الله من سورة الزخرة بإذن الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهاب وأقواب يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذقب وأقواب وفيكما تشتهيه الألف سوة تلذ الأعيود وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكغة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم لا يفتر عنهم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وما هم فيه مبلسون صدق الله العظيم صدق الله العظيم الله يفتر عليك يا شيخ أحبا واللي بقى في البداية مين حفظك لقرآن الكريم أنا في البداية بتأتي مع الشيخ اسمه الشيخ خير الجمال من مدينة مع الشيخ خير الجمال من مدينة البجور فبدأت معا حفظت معا شوية توافاه الله وبعد ذلك ذهبت إلى الشيخ يسري أبو عبد الله وكملت مع حفظ القرآن الكريم الأسرة كان ليه هدور معاك طبعا والدي ووالدتي طبعا تحب تقول لهم النهار ده بقى بشكرهم طبعا بشكرهم بس انت بخيل قوي لا طبعا لهم كل حاجة طبعا طبعا الأسرة طبعا بيقول لها هدور كبير جدا مع الأبناء طبعا خصوان في حفظ القرآن الكريم طبعا طبعا عشان كده طبعا يعني ربا سعر جعل لهم جزاء كبير جدا على تحفظ الأولاد القرآن الكريم القرآن الكريم طبعا نسأل مرة وراء تعالى أنهم يلبسوا تاج بسار حفظك للقرآن الكريم يا رب طيب شيخ عبدالعزيز قول لي بقى انت حفظت أو بدأت حفظه انت كم سنة أنا بدأت حفظ القرآن الكريم وأنا سني ثمانية أعوام أنا أصلا يتيم مات أبي رحمه الله وأنا ولد الأربعين ولكن قامت أمي رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته بتوجيه إلى الأزهر الشريف وحفظت القرآن على يد الشيخ وشيخة فضيلة الشيخ محمود القديم من بلدتنا وفضيلة الشيخة نجية أبو كريمة حفظت القرآن الكريم وجودته في المملكة العربية السعودية وبعدما أتيت من سفري كنت مسافر في المملكة العربية السعودية كنت بتعمل هناك كنت محفظ في حلقة قرآن كريم وكنت أعمل بعض الأعمال الخارجة عن نطق القرآن الكريم وبعدما أتيت من المملكة العربية السعودية عملت مع فضيلة الشيخ فهمي كساب سمعت عليه القرآن كاملا وأعطاني الإجازة يوم 14 الماضي في حفلة قيمة في بلدتنا والأسرة بتاعتي طبعا لها فضل كبير جدا علي بعد ربنا سبحانه وتعالى أخي الكبير الذي هو بمسابة والدي هو كان الحافز والدافع الكبير جدا اللي بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضله سيكون لنا دورا مهما في تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى إن شاء الله الفقرة دي تخلص بسرعة جدا فقرة جميلة وفقرة لذيذة وأنا استمتعت بالتلاوة مع حضرتك واستمتعت بالتلاوة أيضا مع الشيخ أحمد أشرف الجافي بشكرك وشكرا جزيلا حرفتوله وأسعطونا في برنامج نغمره والتوفيق دائما في القادمة إن شاء الله هنطلع لفاصل ورجع نستكمل باقي فقراتنا خليكم معنا اهلا بحرقكم مرة تانية والفقرة التانية من نغم الروح فقراتنا التانية هيكون معنا فيها القارئ محمد مندور اهلا ونسلم بحضرتك اهلا بك ومعنا أيضا المنشد سعيد علي اهلا بك السعيد راح بنبدأ الفقرة دي مع الشيخ محمد مندور يعني حضرتك قارئ وفي نفس الوقت محفظ لكتاب الله قبلنا نسمع التلاوة بقى يعني حبس الحرق سؤال ليه النهاردة غاب دور الكتاب وخاصة في القرآن يعني القرية الأول كانت كان الكتاب فيها شيء أساسي كان كل الأولاد في القرية بيروحوا الكتاب وكان الكتاب لوده كبير جدا حتى افتغلت في تعليم اللغة قبل تحفظوا القرآن الكريم ليه غاب الدور دا النهاردة؟ والله حضرتك يعني أنا شايف يعني سر السر اللي احنا شايفينه النهاردة في غالبية اللي بيشوفه الشوارع من انحراف كثير من الشباب وسواء كان في التعامل في الأسلوب أو في الكلام أو في الملبس هو السر الأساسي والبهدان كتاب الله عز وجل احنا لو نظرنا يام زمان يعني هللاقي لنغالبية المشيخ لعملقها زي مثلا الشيخ عباس عبدالصمد الشيخ الحصري الشيخ مصطفى اسماعيل يعني لما أقرأ في السر الزاتية بتاعدتم غالبية تخرجوا من كتتيب يعني نقرأ مثلا في سرات العلماء أحمد بن حنبل الشافعي غير ذلك برضو تخرجوا من كتتيب فأعتقد أني لو رجع دور الكتاب إلى عصر الزهبي زي زمان هنشوف تغير كثير في الشارع حكيب طبعا طيب لو نسهل الفقرة دي بقاياة من الذكر الحكيم مكنتم تعنا بمرضة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحبة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق الله العظيم الله يفتع عليك واضح أن حضرتك متأثر بالشيخ الحصري شوية يعني أريب شوية من الشيخ الحصري لا الشيخ الحصري الحصري بالنسبة لعشق يعني هو الطبيعي لما بنسمع القرق معين فبنتأثر بأداء وحتى لو أنا مش قصد ألده أو أحاك القرق ده فبتأثر بالأداء يعني من كتر السماع بيعيش جواي أو بيعمل حالة جوايا فلما أقرأ تريب بنفس الطريقة أكيد طبعا وأكيد طبعا التقليل ده بيكون حب لأكثر ولأقل طبعا إحنا يعني مش نيجي في المشيخ دي مقدرة زرة ولكن يعني حبا فيهم يعني بنحاول نتأثر إلى مدى يعني إنسان بحاول يعيش كثير مع علاقات القرآنية حتى يصل إلى يعني مستوى ياليقب قوات القرآن الكريم بالضبط والشيخ الحصري من قراءة الجمال جدا بالعظام فعلا طيب خلنا بقى نروح للمنشد سعيد علي يعني من المواهب الشابة الجميلة اللي شرفتنا قبل كده في برنامج نغم الروح ومجد من الأصوات الجميلة تسلم ربنا خليك فقل لي بقى في حلقة المهار ده مجاه الزنائي مجايز حاجة اسمها دعيني تمام إن شاء الله تعجبكم بإذن الله ماشي دعاني في سكون الليل داعي وهزم سامعي صوت الأذاني ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عني الهدى والموت داني خلقتك للصلاح فحيت عني وجانبت الصحائف والمثاني تركت الحق أبلج كاثريا ورحت تهيم في ليل الهواني رجوعا للمساجد لا تبالي بما قدمت في ماضي الزمان فإني لا أزال هنا قريبا أجيب المستجير إذا دعاني هل عادت من النداء فسرت أبكي وأذكر ذلتي والقلب عاني هل عادت من النداء هل عادت من النداء هل عادت من النداء هل عادت من النداء حتى هل عادت من النداء وأوغل في دمي وبراكياني هل عادت من النداء يمينا لن أذل لأمر نفسي وفي ضرب الضلال فلن تراني فقمت إلى الصلاة فلا نقل بي وألفيت الدعاء آه على لساني دعاني في سكون الليل داعي وهزم سامعي صوت الأذات الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله شكرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يعني صد رامي وخامة صوتية فعلا جيدة وإحساس عالي جدا شكرك ربنا خليك قول لي بقى الإنشاد بالنسبة لك حاجة كبيرة طبعا والله إيوة الإنشاد دي يعني أنا بحب الإنشاد وأتمنى أنه يكون لي مكانة في مصر والناس تكون بتسمعوا لأن الأيام دي طبعا يعني اللي عنده خامة صوت ربنا مدهاله بيبقى بين نارين يعني بيبقى بين هو يمشي في سكة الشهرة ولغني الهلس وكده أو بين أنه يمشي بما يرضي الله يعني فإحنا بنحاول ندفع ضريبة الصوت الحلو اللي ربنا خلقه لنا بأننا نقول حاجة هدفة وحاجة كويسة حاجة وطنية حاجة دينية يعني ربنا خلق لنا الصوت دوات علشان نقرأ بيه قرآن يعني ننفع بين ناس ما نضلش بين ناس ونكون سبب إن الشباب تضيع أو إن إحنا نقول حاجات مبتزلة طيب أنا وطفق معك جدا في اللي أنت بتقوله لكن دايما بلاقي أغلب المنشدين بقولك أنا منشد بس مش منشد وقارق رغم إنه زي ما أنت قلت كده عنده موهبة كبيرة جدا ربنا أعطني عمد الصوت فلازم يستغل الموهبة دي يعني بدل ما هو منشد بس يبقى منشد وقارق طبعا ومؤزن ونفس الوقت يبقى مؤزن فيستغل الموهبة دي فانت اللي بقى مكتصر على حت الإنشاد بس يعني أنا شايف إنه صوتا كويس لو طورت نفسك في القرآن الكريم ودرست أحكام ودرست مقامات هتبقى قارق يعني ما شاء الله بإذن الله بإذن الله أرجع للكتاب إن شاء الله وأحفظ ترجع للكتاب إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يعني دفنيتي إن أنا أحفظ بإذن الله ونستغل الصوت إن شاء الله خلينا بس أروح للشيخ محمد في كلمة أخيرة يعني كلمة لكل أولياء الأمور اللي أبعدوا أولادهم عن الكتاب أو بيخلي الكتاب أو دور تحفيظ الكرآن الكريم الموجودة حاليا في الصيف بس تقولهم الله يعني أنا أعيز أقول يعني لكل ولي أمري يعني مش عارف أو بيلاي صعوبة في تقويم سلوك ابنه أقول له الكتاب هو اللي ممكن يعني يقاوم السلوك ده الكتاب هو اللي ممكن يرجع يعني على أقلة طفل من صغره ما يبقى في الكتاب هيتعلق قلبه بالله عز وجل بالضبط يعني أنا هيكبر على حب الله عز وجل ودائماً هيراعي قبل ما يرتكب أي حاجة تخضب ربنا لأن ربنا عز جل اللي أقاب عليه هو كده القرآن في قلب بالضبط وكمال لازم يكون فهم أن القرآن مش هيأثر على المستوى الدراسي أو المستوى التعليمي أكيد طبعاً أكيد طبعاً القرآن الكريم يعني كان فيه معلومة حتى أنا طبية سمعتها كان في دكتورة مثلاً على التلفزيون بيقول أن أكثر شخص استحالة يصاب بالضهايمر هو الشخص الحامل الكتاب العز وجل فدي نعمة من الله عز وجل يعني لمن عرف قدر القرآن الكريم ويكفي فخراً يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقرأ القرآن اقرأ وارتقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزنتك عند آخر أي تنكن تقرأه يعني أعتقد يعني إنسان مش عايز أفضل من الجنة طبعاً ويوجد فينا قول قول النبي صلى الله عليه وسلم من أرد الدنيا فعلاه بالقرآن ومن أرد الأخيرة فعلاه بالقرآن ومن أرده معا فعلاه بالقرآن الناس كتيرين بتقول أنت كل حلقة بتقول الحديث ده سواء الحديث ده بالنسبة لي مهم جداً وهو فعلاً مهم جداً والكلام فيه بليغ جداً الكار محمد مندور بشكراً شكراً جزيلاً أسعدتنا وأمتعتنا ونورتنا في برنامج النغم الروح وبشكرك على رسالة القيمة اللي قدمتها الجمهورنا النهارة شكراً أفندم شكراً المنشد الشاب الجميل سعيد علي بشكراً جزيلاً ربنا يخليك تسلام خامة صوتية جيدة ونبرة درامية وإحساس عالي ولكم التقبل مرشك إن شاء الله إن شاء الله جزيلاً نشكرين للقناة ونشكرين لإيطاعة الفرصة الجميلة في قناة كل جميلة شكراً لحضرتك شكراً لحضرتك هنطلع للفاصل ونرجع نستكمل لاقي فقراتنا خليكم عمل أهلاً بحرقكم مرة تانية والفقرة الأخيرة والفقرة الختمية من نغم الروح فقرتنا الختمية هي فقرة مميزة جداً لإني معانا موهبة من محافظة الدوقة أهلية طبعاً دائماً محافظة أهلية يعني مليئة بالقراء والمنشدين والموهب لصوتها جميل جداً فقرتنا الأخيرة زي ما قلت حالكم هي فقرة مميزة جداً ومعانا موهبة فيها جميلة جداً 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 إن شاء الله تنال إعجاب حضرتكم معانا الموهبة اللي معانا النهاردة شهد شافع أهلا بك يا شهد أهلا بحضرتك قل لي يا شهد أنت كم سنة؟ أنا 17 17 سنة طيب مين اكتشف بقى موهبتك في البداية؟ اكتشف موهبت دي في البداية مدرسة عندنا في المدرسة اسمها مصدعاء وطلعتني مدرسة اسمها السنوية بانين بنعمل فيها اكتماع موهبين اللي نمت موهبت اسم مصفاطمة ومصمها ومص علي يعني المدرسة كان لها دور في اكتشاف الموهبة طيب طيب كنت بقى مثلا بيطلعي في الإزاعة المدرسية أو على طول بطلع في الإزاعة المدرسية يعني أدائك في الإزاعة المدرسية لا فهتنتباههم لك شوية آه بالظبط كده أول حد بقى قالك ان تصدق هيبقى كويس وممكن يبقى لك مستقبل كويس كان مين؟ مس فاطمة هي اللي كانت ماشية معي في الموضوع ده حتى في أجازت الدراسة هي اللي كانت ماشية معي طبعا شؤون الطابة في المدرسة بيكلهم دور في الموضوع ده طبعا بيهتموا الطلبة للموهوبين بيوضهم مثلا مسابقات بيوضهم الأدوات أكيد طبعا صحيح؟ صحيح يعني بالمدرسة كان لها دور كبير معاك طبعا طيب قبل ما نسمع أي حاجة بقى الأسرة أكيد لها دور أكبر معاك طبعا التشجيع كله كان ماما ماما على طب بتشجعني بتجيب لي الأغاني اللي أنا مثلا بحفظها تقول لي حفظي كذا اللي أعملي كذا وبابا برضو كان بيساعدني على طول لما بقول له حاجة ما بيقوليش لقا عادي ماشي معايا في الموضوع يعني ماشي معايا في الموضوع حلو مش مزعلانين مثلا أو مش متضرين من الموضوع بتاعي لقا عادي مفيش مشكلة وأنا بشكرهم لهم ماشي معايا حل هم بيشجعوك دايما ويدعموك وبيساعدوك أكيد طبعا طيب أنا متشاوك بقى في الفكرة الجميلة ديت نسمع حاجة نسمعين أي إن شاء الله قمر ماشي طبعا وأجمل منك لم ترا قطعيني وأطيب منك لم تليد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كامرون 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 سدن النبي كامرون وجميل وجميل وجامل سدن النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعترها يبقى إذا مستت آياتي الله الله وعما نوالوها كل العبادي وعما نوالوها كل العبادي وعما نوالوها كل العبادي حبيب الله يا خير البارة 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 كان نورا الله الله تنال الشمس منه البذورا الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنا رب نوري طا ها قمرون 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 ثن النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل صراحة صوتك جميل جدا شكرا يعني الصراحة من أجمل مهاب اللي أنا سمعتها بنا يخليك في حد بقى من المنشدين أو من المنشدات بالتحديد بقى بتحب تسمع لها وعايز تبقي زيها أو اقتضيتي بيها بمعنة صح أنا بحب صوت مصطفى عاطف ومهارزين قوي بحب صوتهم في كل أغانيهم بحب اسمع لهم على طول نفسه وصل بس يعني لهم وصلين لهم نفسه يبقى حاجة عالية نفسه يبقى حاجة عالية نفسه يبقى يبقى صراحة أنت نفسك صوتك يوصل للجمهور طبعا هو طبيعي أي موهبة بيبقى يعني أي حد ما هوب وعنده صوت جميل زي كده يكون عايز يوصل لجمهوره طبعا طبعا إن شاء الله من خلال برنامج نغام الروحي بقى لجمهور كبير إن شاء الله ربنا يخليه طيب أنا برضو بس عايزة جعل دور الأسرة معاتي وليه اللي بقى في البداية كده محدش قالك مثلا لا ركزي في دراستك لا ركزي مش عارف إيه لا على طول دراستي مع الموضوع اللي أنا مع موهبتي الاتنين مع واحد يعني أنا بهتم بدراستي زي ما بهتم بالموضوع ده يعني أنا مثلا النهار ده مثلا عندي حفلة مثلا بذكر الأول وبخلص دراستي وبعد كده أشوفوا الموضوع ده يعني كنت بتنظمي بين الدراسة والموهبة طبعا لازم أنظم بدراسة وبين وقتي وبين وقتي مع ممى وباخواتي ووقتي الموهبتي دي الحاجة الوحيدة كل لازم نظموا إجليه هو حقيقة الصوت جميل جدا والحوار معكي فايق جدا فرش خلونا نطلع لفاصل ونكمل مع عدفتنا خليكم معنا اهلا بحركوا مرة تانية واختام فقراتنا ونغم الروح اه يمكن شهد قبل الفاصل سمعنا كمرون كمرون سيدنا النبي كمرون وجميل سيدنا النبي وجميل طيب اه يعني جنب الانشاد في اغاني وطنية ممكن نسمعها في بعض اللقوية اه طبعا بتنيني لها شوية ولا بتنشيدي بس لا بحب طبعا مفيش حد مقدرش اغاني الاغاني الوطنية طيب بتحبت اغاني اغاني الوطنية مثلا خدوا بالكو دي مصر حلو طيب ماشي ممكن نسمعها بإذن الله خدوا بالكو دي مصر خدوا بالكو دي مصر خدوا بالكو دي مصر المنصورة مش ايها مصر خدوا بالكو دي مصر خدوا بالكو دي مصر نلها اللي بيطلا في الصورة بعلمت الناس خدوا بالكو دي مصر المنصورة مش ايها مصر نيلها اللي بيطلع في الصورة بعلمت النص من بحر البحر بتتمشى وقمرها معنا بيتعشى خرها على اللي يكلها بدو اه او يسكو نص خدوا بالكو دي مصر خدوا بالكو دي مصر خدوا بالكو دي مصر الميتشارع عرص و العين خدوا بالكو دي مصر خدوا بالكو دي مصر وولدها صبايا ورجالة لهم قلبين القلب الاول يدعلها والتاني ينور انا دلها يفديها بروح ويبنلها من عصر العص خدوا بالكو دي مصر المنصورة مش ايها مصر نيلها اللي بيطلع في الصورة بعلمت النص من بحر البحر بتتمشى وامرها معنا بيتعشة خرها للي يكلها بدو اه او يسكو نص الله عليك خدوا بالكو دي مصر يعني من الاغاني الجميلة جدا واللي بتقصر فينا كلنا ربناي خليه وخدوا بالك برضو الاحساس مهم جدا في اي اغنية او في اي انشودة لابن تكون حاسي الاغنية من جواج الاول عشان تقدر تدلعها اللي انت عايز توصله بالضبط يعني صوت بس مش كفاية او الكلمات بس مش كفاية لا مش كفاية زي احساس شاهد معنا النهاردة كده ربناي خليه ما بيكون عالي بيؤثر في اي حد بيسمعه ربناي خليه طيب اه قبل ما نختم فقراتنا ديت بقى لو نسمع انشودة دقيقتين كده دقيقتين بس انشودة دقيقتين صلي على سيدنا النبي جد الحسن جد الحسن وتملأ بالوجه الحسن وجهه حسن على النبي صلي صلي سبحانه من خلق العيون الوسعة الوزعة والجبى شمس وساطعة والكحل رباني ولا يقفره موش وانني ليل انني ليل مهما سير فيه الاحبة ما يشبعه صلي صلي على سيدنا النبي جد الحسن جد الحسن وتملأ في الوجه الحسن وجهه حسن على النبي صلي صلي اللهم صلي وسلم وزيد وفارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شاهد بجد انا بشكرك يعني في مرحلة تعليمية وبرضه بتهتم بالانشهاد وبتهتم بموهبتك وبشكر طبعا والدك والدتك لانهم بيهتموا الموهبة كده وبيدعموك وبينموا الموهبة دايما يمكن دايما بيلاقي مواهب بس اهلهم او اولياء امرهم ما بيكونوش على الوعي الكامل او على قادر المسؤولية ان هم يهتموا بالموهبة ويطلعوها للمجتمع فطبعا انا بشكر والدك والدتك وبشكرك شكرا جزيلا يعني اسعدتينا وامتعتينا ونورتينا في برنامج نغة من روح شكرا جزيلا وربنا وفقك في القادم ان شاء الله خلصت فاكرتنا وخلصت حلقتنا بشكر حضرتكم لحص ناطيب المتابعة الى ان نرقاكم تقبلوا ارقة حياتي محمد عبدالسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته